طبعاً اهتمام كبير من مبارح بزيارة منتخب كرواتيا وقائدهم النجم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي كله للأهرامات قبل مواجهة منتخب مصر في نهاية كاس العاصمة بكرة إن شاء الله الساعة 10 بالليل الصورة انتشرت أو الصور بشكل عام انتشرت بشكل كبير جداً على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أن النجم كرواتيا أو نجوم كرواتيا كلهم استعرضوا مهاراتهم الكروية أمام الأهرامات وكانوا مستمتعين جداً بالزيارة لاستحوذت على اهتمام إعلامي كبير طبعاً اهتمام إعلامي كبير لأن مصر قدمت بالفعل لعالم كله صورة مشرفة جداً وعظيمة هتلاقي أن البطولة دي أظهرت حجم التطور الكبير اللي بيحصل في مصر والإبهار اللي تبقى العالم كله من خلال حفل الافتتاح وسطاد العاصمة وأنه بقى عندنا منشآت رياضية كبيرة جداً تقدر تستضيف أهم البطولات في العالم وقد إيه هي بالفعل شكلها مشرف ومزودة بأحدث التقنيات اللي ممكن تكون موجودة في أفضل استادات العالم زي ما احنا بنتابع مع حضراتكم في حفل الافتتاح وشكل الاستاد مبهر جداً مش بس الشكل الحقيقي والإضاءة والمتابعة مع حضراتكم فيه على الشاشة لكن بالفعل كل الأنظمة اللي مزودة به هذا الاستاد هي بكل تأكيد هي من أحدث ما هو موجودة عن متى من تقنيات في العالم كل ده غير بقى أن كمان الصورة اللي شفناها لوكا مودريتش واللعبين منتخب كرواتيا اللي كانوا بيلعبوا أمام الأهرامات أظهرت كمان عظمة التاريخ والحضرات المصرية من خلال تنظيم الزيارة النجوم منتخب كرواتيا لمنطقة الأهرامات ده حقيق مصر بالفعل بتروج لحضرتها العظيمة وفي نفس الوقت بتبهر العالم بمستقبلها والتطور اللي بيحصل فيها ده واحد من أهم الأهداف لهذه البطولة بطولة عاصمة مصر بجانب طبعاً أنه فيه أهداف تانية وهي أنه مصر إن شاء الله تفوز بهذه البطولة وتكون بداية قوية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن إن شاء الله مصر تفوز بالبطولة إحنا عندنا ثقة كبيرة جداً في الجهاز الفني وفي لعبتنا إن هم يقدروا يقدموا أداء قوي جداً في مباراة النهائي هنتابع طبعاً هذه المباراة المباراة هتقام غداً بإذن الله إن شاء الله يعني أبطالنا يقدموا لنا أداء قوي وأداء يفرحونا به صحيح هي بطولة ودية لكن برضو وانتخبنا ولعبتنا موجودين وعلى أرض بلدهم والجمهور كمان بيتفرق كله وبيشجع والعالم كله كمان بيتفرق فإحنا بكل تأكيد واسقين فيهم ومستنين أداء قوي جداً مرة تانية بنصبح على حضراتكم السباح الخير عليكم السباح الخير يا مصر